السلام عليكم يا شباب يا شباب عليكم بدورة وسام البرايس اكشن ترى الأجانب يخدعونكم وضيعون فلوسكم وهذا الشخص العربي ادعموه هذا يبى مصلحتكم ما يباكم تخسرون فلوسكم ليش تخسرون فلوسكم وعندكم دورة البرايس اكشن والتحليل الموجي وهو قاعد يعطيكم معلومات تستفيدون منها وهي المعلومات ما راح تحصلونها في اي خناة في اليوتيوب فلا تضيعون الفرصة ترى الأجانب مجرد يساون عليكم ماركتنج وغشونكم وضيعون فلوسكم بدل ما تضيع فلوسكم ادفع 200 دولار وانه مبلغ بسيط ولانكم تروحون ضيعون فلوسكم مجرد على الماركتنج هو قاعد يعطيكم معلومات حقيقية ومعلومات تخليك تربح المبالغ بدل ما تخسرها وشكرا إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم لا يعرف الكذب اليوم سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا لكن قبل البدع أدعوكم بالاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها سأضع لكم في صندوق الوصف في هذه القناة نضع آخر عروضنا وهو دورتين بسعر دورة واحدة دورة تحليل موجي ودورة Price Action 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات فقط بـ 97 دولار سأضع لكم رابط الاشتراك أسفل في التعليقات هو رابط تليجرام خدوه كاملا رابط تليجرام خدوه كاملا مطلوبوا رسالة صوتية باسمكم من الذي أجاوبكم مباشرة في هذه القناة كذلك المجانية نضع أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية شهاداتهم صوت وصورة حتى تتضح لكم الصورة وتعرفوا قيمة دوراتنا التدريبية لا تنسوا الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com في هذا الموقع هناك مقالات كذلك هناك كتب مجانية يمكنكم تحميلها مثل الدليل الأساسي للشموع اليابانية للمبتدين فقط تضغط على إبدال المجانة تضع إيميلك أرخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك أرخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم بي في هذه القناة هذا مغزى تعليمي تثقيفي مئة بالمئة لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمار إذا ضغطت على زر شراء البيع فأنت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العلم نعرف الكذب لا تتحمله أي تمسؤولية كل ما نطلبه منك تراقب تشاهد تقارن إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عرضنا وإلى دورتنا طيب البيتكوين أسأحللوا آخر موجة سرتم تعرفون البيتكوين سأحللوا آخر موجة إذن كما قلنا هذه الموجة فيها موجة دفعة فيها تصحيح مكتمل ثم موجة دفعة بعد ذلك قلنا أنه إذا أردنا أي صعود يجب أن يتم كسر هذا النطاق بقوة لكي نبحث عن الصعود عندما يكتمل هذا التصحيح لو جاء إلى هنا ثم عاد ثم جاء إلى هنا هكذا ثم بعد ذلك كسر بقوة هذا هو صعودنا لم يحدد ذلك الأمر بل بالعكس تم كسر هذه المنطقة التي هي منطقة الـ 41 ألف دولار و 592 هنا تم كسرها وقلت أنه إذا ابتعد قليلا إذا ابتعد كسر فقط قد يعود لكن إذا بدأ يبتعد فهذا يعني أنه ربما يمشي لكسر يعني إعادة اختبار هذه المنطقة كسرها أو حتى دون كسرها ويعود يعطينا ذلك التصحيح الكبير بالتالي الآن أنا أمام مجموعة من السيناريوهات وتعرفون أنا دائما أعطيكم خريطة طريق لا يمكن في التداول أن أعطيك السيناريو واحد إلا عندما تتحقق كل شروط استراتيجية مثلا للدخول في صفقة معينة في عملة معينة فوريكس أو سهم أو يعني لنقول أنه لديه مثلا سأشرح لكم حتى تفهموا لأنه في بعض المبتدئ لا يفهمون الأمر لنقول أنه لديه موجودة فيها ولديه تصحيح بالنسبة لي سأقول هذا التصحيح مكتمل إذا قلت هذا التصحيح مكتمل لنأتيه هنا وأبحث عن البيع مباشرة هكذا لماذا؟ لأنه إذا قمت بالبيع مباشرة هنا دون أن تكون لديه استراتيجية قد تكون هذه آخر موجودة فيها وقد يكون هناك مثلا تصحيح هنا وكان هناك نزل من الأعلى وتكون هذا للصعود إذا لم تنتظر إذا لم تكن لديك أنا أعرف أن هذا تصحيح قد يكون تصحيح لكن أحتاج أن أتأكد بمجموعة من الأمور ميات الأمور أن تكون لديه موجودة فيها ثم تصحيح ثم كسر للتصحيح ثم لا تكون كادة ديفيرجنز وأن لا وأن لا وأن لا وأن لا وأن يكون مثلا تصحيح فريم معين وهو مجموعة من التفاصيل لكي أدخل في البيع طالما أنا لم أدخل في البيع لأخذ هذا الموجة للأسفل يعني طالما لم تتحقق هذه الشروط حتى لو كان تحليلي أنه ممكن يكون هذا تصحيح هذا تحليل يحتمل الصواب والخطأ أنا لا أقصد أنني أخطأت في التحليل لا لا لأنه في ناس راح تقول وها أنت أخطأ لا 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 نحن لم نخطأ في التحليل تحليلنا صحيح مئة بالمئة لكن أنا أحدثكم حتى تفهموا الفرق بين تحليل الذي يحتمل عدة عدة احتمالات أو سيناريوهات وبين تحقق شروط استراتيجيتك للدخل في السفقة يعني أنا هنا أريد أن أبيع أحتاج أن أرى موجة دفعة ثم تصحيح ثم زائد شروط معينة لكي أبيع إذا لم يتحقق هذا الأمر أفضل إذا لم يتحقق هذا الأمر وصعد السعر بقوة وأعطني زيادة في الزخم هنا إذا حصلت على تصحيح سابحة هذه الشراء لاحظوا تغيرت وجهات نظري من البيع إلى الشراء وهذا الذي لا تستطيعون أن تفهموه السوق بنيته تتغير لا تمشي في خطوة واحدة لذلك عندما نحلل هذا يبقى تحليل يجب أن تتحقق شروطه ذلك التحليل يعني عندما حللنا هنا وقلنا نريد كسر هذه المنطقة ونريد تصحيحا ونريد كسرا للتصحيح قبل الشراء هل حدث هذا الأمر هنا؟ لم يحدد بالتالي لم نشتري بالتالي تحليلونا كان إما أن يصحح هنا للصعود أو للنزول وقع النزول لكن لم يقع الصعود بالتالي لسنا مشترين تواحدون الفكرة فأتمنى لكم تفهمونا الأمر الآن هذا فقط بين قوسين الآن البيتكوين يدية موجودة فيها يدية تصحيح ثم موجودة فيها أرى أن هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح يتالي هناك احتمال كبير أن ينزل البيتكوين لكسر القاع وإذا كسر القاع بما أن هذا قوي ربما نحصل على الرنين فلات حتى يكون هذا أكبر تصحيح للنزول وتكون هاته موجة واحدة وهاته موجة أخرى السيناريو الثاني هناك مجموعة من السيناريو السيناريو الثاني أن يأتي السعر فقط إلى هذه المنطقة لا يكسر هذا المستوى 32 أفض دولار لا يكسره ثم يعود إذا عاد ستكون هذه الموجة قوية سأحتاج إلى موجة أخرى مثلها هنا حتى يكون هذا هو التصحيح وستكون لدي هذه الموجة أحتاج إلى هذه الموجة إما رنين يعفوا إما ريجولر فلاد أو كونتراكتي لأدري ما تلسي يكون لكننا نحن دائما نتوقع على ريجولر فلاد بالتلسي يكون هذا تصحيح كبير لكل نهاية الموجة الدفعة ليكون هناك نزول طيب هذا توقعي في الفريمات الكبيرة طيب الآن هذه الموجة ما هو توقعي ننزل إلى فريم الساعة هكذا إذن المناطق المهمة بالنسبة لي يكسر هذا القاء أو الوصول إلى هذا القاء طيب الآن لدي موجة ثم حركة قوية ثم زيادة في الزخم نزول لكن لاحظوا إذا وضعت ترين رين هكذا هذا النموذج يقول لي شيئين يقول لي شيئا إما قد نحصل على ياتي الموجة هنا يعني سيسعد وهو الآن يكسر يعطيني هذا رانين فلات قبل نزول وهذا النزول قد يكسر وقد لا يكسر قد يأتي فقط إلى هنا ثم يعود تذكرتم لدينا سيناريو هان إما ريجولر فلات أو ينزل رانين فلات تذكرون بالتالي الآن لاحظوا معي جيدا هذه الحركة قد تقفل في المستقبل تذكرون قلنا حتى لو تعدنا كثيرا طالما لم نقفل هذه الحركة سأبقى دائما أقول تقفل الحركة ولاحظوا لاحظوا هذه الحركات كيفية لاحظوا هي حركة تصحيحية ونموذج هذا والآن بدأنا نكسر ذلك النموذج لاحظوا معي ساقب التكبير حتى تروا لاحظوا لو وضعت trendline هنا فهو يحترم القمم ويحترم القيان تلاحظون بالتالي إذا حصلت على مثل هذه الموجة هنا هذا جيد إذا حصلت على مثل هذه الموجة هنا ورأيت أن هناك نقص في الزخام زائد نطاق زائد كسر للنطاق بقوة زائد كسر للنطاق بقوة إلى الأسفل هذا يقول لنزول على الأقل لكسر مستوى الستة وتلاتين ألف وتلاتمية وتسعة عشر دولار وربما نصل إلى مستوى الثلاثة وتلاتين ألف تلاتة وتلاتين ألف عفواً أربعة وتلاتين ألف واربعة وعشرين دولار لأن هذه منطقة نطاق لاحظوا هذه منطقة نطاق وهذا اختراق كذب أو يعني يصل إلى هنا أو يكسر القاع اللي هو هذا المستوى عفواً النطاق موجود عفواً النطاق موجود هنا مستوى الثلاثة وتلاتين ألف واربعمائة وتسعة واربعين يعني قد يصل الثلاثة لمستوى الخمسة واربعين ألف إذا حدث هذا الأمر خمسة واربعين ألف أربعمائة وتسعة واربعين قد يكسر فقط هذا القاع قد يصل إلى هنا وقد يكسر هنا بالتالي الآن كل هذه الأمور يجب أن الحذروا منها ويجب أن أخذواها بعي الاعتبار أريد أن أرى نقصاً في زخمة الموجود السعيدة النطاق كسر للنطاق بقوة نزول نقص في الزخم نطاق كسر للنطاق نزول هذا ما أريد أن أرى هنا نفس الشيء هنا لكي أقول النزول لأنه هل ممكن يسعد البيتكوين الآن من هذه المنطقة؟ ممكن 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 يسعد البيتكوين من هنا يكسر القمة ثم بعد ذلك يرجع يعطيني مثل هذه الموجة هنا ويكون هذا راني فلات لهذه الموجة ثم يسعد لمرة أخرى ويصبح هذا نموذج كبير وأي موجة دافعة تصحيح هنا هي للنزول لكسر المستوى الـ 32,981 دولار ثم حتى ربما لكسر أن هذا التصحيح كبير قد يكسر حتى مستوى 28,000 دولار وهناك ناس عندما أقول 28,800 دولار لا يريدون ذلك يعني ربما مع الأسف أنه مشترين أو خسرين لا أدري لكن أخوتي أنا أحليل ما أعرفه الشرط لا أستطيع أن أحليل ما تريد أنت لأنه يجب أن تفهم شيئا دائما بعد موجة دافعة تصحيح موجة دافعة إما سنحصل على مثل هذا التصحيح مع الأسف هذه حركة قوية نفسها ولكن قوية شيئا ما منطلقا من خبرتي المتوضعة بالتالي عندما يكون هذه موجة دافعة تصحيح موجة دافعة إما سأحصل على العكس في الاتجاه أو تصحيح مسوي لهذا التصحيح أو تصحيح أكبر من هذا التصحيح للنزول بالتالي أنا أناقش معكم هذا الاحتمال الآن تصحيح أكبر من التصحيح للنزول هذا التصحيح قد يكون regular flat قد يكون يعني هذا النموذج هكذا قد يكون running flat قد يكون running flat ما تقصده بrunning flat يعني يعطينا هذا النموذج ثم ينزل يكسر القاء ثم يسعد ليكون running flat هكذا للنزول قد يكون expanding flat يعني يسعد يكسر هذا المنطقة يصبح هكذا النموذج متوسع من يكسر هذا المنطقة وهذا المنطقة ثم يعود يعني كل السيناريوات تقولون أنه ربما يكون هذا تصحيح كبير ربما بالتالي ما ينقصني ينقصني موجة تسعد تكسير القمة ثم موجة أخرى ثم موجة أخرى يعني ثلاثة موجة تنقصني أو تنقصني كسر هذا القاء ثم موجة أخرى ثم موجة أخرى يعني موجته عفوا يعني كسر القاء ثم موجة أخرى هكذا ومن هنا نبحث عن النزول تلاحظون بالتالي يجب يجب الانتظار إذا حصلنا على الرنين فلات جميل يعني إذا حصلت على مثل هذه الموجة هذه الموجة هنا ونحن الآن ربما فيها ووضح لك في فريم الساعة أو 15 دقيقة أن هناك نطاق كسر قوي نطاق زي النقص في زخم هذه الموجة يمكننا البحث عن النزول أولا لكسر هذا القاء اللي هو النطاق يعني مستوى الثاني ثم لكسر هذه المنطقة أنا عندما يصل السعر إلى هذه المنطقة يمكن تحويل وقت الخسر إلى بريكيبن تعرفون نحن الآن أعطي لا توصيات ولا نص إحمالية ولا سيثمانية أنا فقط أقول لك كيف أسير كيف نسير كيف ما كانت هذه العملة ليس فقط عملة رقمية أي عملة بالتالي مدام أنه لدي شك من أن هناك هذه المنطقة مهمة وخطيرة أفترض أنه جاء السعر وعاد وكسر تحويل وقت الخسارة من منطقة من هذه المنطقة مثلا إلى منطقة الدخول مثلا وتركه لأن هدفك سيكون في الحقيقة كسر هذا القاع هدفك سيكون كسر هذا القاع لكن هناك خطورة لأن بنية هذه الموجة ستكتمل فقط بنقطة واحدة أسفل هذه المنطقة وممكن تسعد فيجبوا لي انتباه من هذا الأمر فقط غير ذلك يعني أمور الحديثة يجبوا الابتعاد عن البيتكوين وانتظر ما الذي سيحدث الآن أو إذا كنت داخل مثلا هنا بيع تأخذ أرباحك أو تحاول خسارك أغير ذلك ليس هناك أي شيء حاليا في البيتكوين يجبوا الانتظار انتظار هذا الموجة أولا ثم ربما موجة أخيرة لإتمال بنية هذه الموجة وان تو ثري بعدما تكتمل بنية هذه الموجة هناك شيئان إما كسر هذا القاع وهكذا سنحصل على موجة أخرى مثل هذه هنا أو عدم كسر القاع والرجوع وسنحصل على موجة أخرى للنزول أو كسر القاع لكن دون الابتعاد عن القاع وهناك احتمال إذا كسر القاع دون الابتعاد أن يعطيك للنزول فلنرى ما الذي سيحدد في هذه المناطق إذا هذا هو تحليل أصدقائي للبيتكوين اليوم مع خارطة الطريق مفصلة لكل السيناريوهات كل السيناريوهات أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات أتمنى أنكم ترامل قيمة التحليل الموجة والبرايس أكشن بطريقة منطقية إذا أردتم احترافاتي الطريقة لتكون لديكم خارطة الطريق في أي سوق أسهم عملات فوريكس مواد أولية معكم للتحدث معي عبر هذا الرابط هذا الرابط تليجرام أنا لديه جاوبكم وبشرة خذوا أو اطلوبوا رسالة صوتية باسمكم لا تنسوا نتفجروا اللايكات دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو ساعدونا على نشر هذا الفيديو أكتر وأكتر ولا تنسوا أنا للمنع فالكاتي بالسلام عليكم نحن لتعطو وبراكات